كان واضحا عدم الرضا الذي يحمله الرئيس تبون تجاه الإداريين في الدولة قبل انتخابه رئيسا للبلاد حتى وهو ما ظهر جليا في خطاباته أثناء الحملة الانتخابية بعد وصول الرئيس تبون إلى سدة الحكم بدأت الرؤية تتاضح أكثر من خلال إبقاء الرجل على حكومة تصريف الأعمال ما عدا استثنائين بدى الرئيس مستعجلا في فصله ما عن الدولة وهم الوزير الأول نور الدين بدوي ووزير داخليته صلاح الدين دحمون الذي كان قد خالف بدوي أيضا في وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى هنا يمكن أن يربط موضوع فصل بدوي ودحمون بمن تشر عن تدخل من الرجلين في الانتخابات الرئاسية لصالح أحد المترشحين وهو ما اشتك منه أكثر من مترشح الإفراج عن تشكيلة الحكومة الجديدة أكد بما لا يدع مجالا للشك أن الرئيس ممتعظ من كامل الجهاز التنفيذي وليس من المستوى المركزي فقط فعلى غير ما جرت عليه العادة لم تحمل التشكيلة الحكومية للوزير الأول عبدالعزيز جراد اسم أي والين وهو ما كان يعتبر تقليدا في كل الحكومات السابقة تقريبا إجراء كرسه أكثر نظام بوتفليقة بترقية الولات في كل تغيير حكومي إلى وزراء حملة الرئيس تبون لتطهير قطاع الجماعات المحلية لم تتوقف عند الولات فمن المرتقب أن يطال سيف الإقالات جزءا مهما من رؤساء الدوائر والأمناء العامين للولايات لتكون حركة التغيير هذه حركة غير مسبوقة قد تطال تسعين بالمئة من القطاع ما بين وال ورئيس دائرة وأمين عام ولائي أما عن أسباب الصورة السودوية التي طبع بها المسؤولون الحاليون للقطاع فهي عديدة يأتي في مقدمتها ورود العديد من أسماء الولات في تحقيقات قضايا الفساد الكبرى مع مسؤولين سامين في الدولة تكون مرتبطة أساسا بمنح امتيازات غير مشروعة على المستوى المحلي خاصة في ملف العقار إضافة إلى ارتباط عدد لا يستهان به من الولات بحزبي السلطة الرئيسيين الأفلان والأرندي بشكل مباشر أو غير مباشر وهو الأمر المخالف للقانون زيادة على هذه الأسباب يحاول الرئيس أن تكون في هذه الخطوة استجابة للمطالب الشعبية الواسعة والتي لا طالما اشتكت من عشعشة البيروقراطية بشكل مخيف وهو ما يستدعي ذخ دماء جديدة في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر الشريان الرئيسي لربط المواطن بالدولة وفي انتظار انطلاق عملية التطهير التي خطها رئيس الجمهورية يرتقب أن يعتمد على أسماء شابة ذات كفاءات مهنية يمكن أن تعطي النفس الجديد المطلوب والمنتظر في القطاع منذ مدة